تشهد مصالح غرفي التجارة على المستوى الوطني تجاوزات بالجملة على خلفية ممارسات مشبوهة جعلت الاستجابة لانشغالة الفلاحين خارج دائرة الاهتمام ويأتي توقيف رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بومرداز ليصلط الضوء على ما يحدث في القطاع التقرير لأحمد بطاف الغرف الفلاحية والتي تعد من أهم الهياكل التي تمثل الفلاحين وتتكفل بانشغالاتهم الميدانية إلا أن عددا كبيرا منها قد خرج عن سياق الدفاع عن مشاكل الفلاحين تورط فيها عدة رؤساء لغرف فلاحية في قضايا فساد وسوء التسيير كان آخرها توقيف رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بومرداز غرفة الفلاحية بومرداز منذ 2012 وهي تعمل بدون جمعيات مهنية يعني عمل انفرادي يعني رئيس والتي ننتعوه عمل انفرادي والجمعيات المهنية كلها بدون غير مؤتمدة لدى المصالح المعنية في الولاية يمنع منعا قاطعا ممارسة سياسة في الغرفة الفلاحية لأن الغرفة الفلاحية فهي غرفة مهنية احنا عندنا الكريتر بروفيسونال يعني عندنا المقاييس المهنية يجي عندنا فلاح احنا ما نعرفه لا في حزب ولا في جمعية ولا في كذا نعرفه باللي لا بد أن يكون منتج وهذه القوة في الحقيقة الحقيقية على الغرفة الفلاحية يعني الإنسان اللي ما يكونش منتج ما عندوش الحق يكون مسؤوله الغرفة الفلاحية بطاقة الفلاح الوثقة التي أسلت الكثير من الحبر على مستوى الغرفة الفلاحية وأحقية منحها كلها تلاعبات رسمت صورة سودوية في أول هيئة ممثلة للفلاح الغرفة الفلاحية هي تسمى المشاكل التهاسي إدارية بزاف إدارية كان بعض مشاكل مع الإدارة وأن كان أمور نقول لك بار اكزامبل فلاح ورب النحل يجي لعننا يطلب الكارتة على الفلاحة لما عندناش قانون نعطوه هالو شكونا عندو قانون نعطوه هالو ما كانش من جهة أخرى وجه رؤساء الغرف الفلاحية التهمى إلى مشكلة البروقراطية وسوء تسيير ملفات الفلاحين ممن عكس بالسلب على أدائها بكل صراحة لأسف لازم نقولها الأداءات نتعى الغرف الفلاحية تختلف من جهة إلى جهة ولكن في الصميم في العمق وضرورة باش إعادة النظر في الإستاتيو نتعى الغرف الفلاحية ضروري هذه حاجة مليحة لأن الغرف هذه تنشأت في التسعينات تمشي بقوانين تجاوزها الزمن شعارات ووعود أطلقتها الحكومة للنهوض بقطاع الفلاحة كحل لإنعاش الاقتصاد الوطني إلا أن المعطيات على أرض الواقع تقول عكس ذلك فهل يعلم وزير الفلاحة سيد أحمد فرخي بما يحدث في قطاعه؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر